أهلا بكم من جديد قربنا ولما حد يبص على جدول الدوري بعد مباراة النهاردة يعرف فعلا انه الاهلي ماشي في خطاه نحو الصدارة المكان اللي يكون طبيعي لحامل الالقاب التاريخية في المسابقة الاهلي بقى 58 نقطة وازمالك المتصدر ب61 نقطة وتتبقى مباراة للاهلي معجلة مع ودي دجلة الفوز بيها بإذن الله تعالى وقت ما يتحدد معادها بإذن الله تعالى يضع الاهلي في صدارة المسابقة الجدول زي ما حضراتكم شايفين الاهلي الزمالك 61 والاهلي 58 الزمالك لعب 27 مباراة والاهلي لعب 26 مباراة لكن اللافت انه الاهلي لعب اقل لكنه الافضل هجوميا بين كل فرع المسابقة الاهلي سجل 54 هدف يليه الزمالك 48 هدف الاهلي تاني اقوى دفاع الزمالك دخل مرمى 18 والاهلي دخل مرمى 21 لكن فرق الاهداف الاهلي 33 هدف والزمالك 30 هدف تقرأ ايه من الجدول لا اقرأ طبعا ان اا اقوى هجوم منطقية انت عندك هدف الدوري كبين اا بالمناسبة الشريف النهاردة مفرض بصدارة الهدفين ب16 هدف واحمد ياسر ريان 15 واشرف بن شارق 12 عمر كمال عبدالواحد 11 احمد سامير 11 رمي صبري 10 عمر جمال 10 ومصطفى فتحي 10